اهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية معكم محمد معروف لعل اول اسبوع ده يعني العالم كله كان واقف على رجل في حلقة من الترقب والتوطف والخوف عشان روسيا كان بيحصل فيها حدث غريب حدث مش متعودين ان احنا نشوف زي وبيحصل في روسيا روسيا تحت قرات بوتين القيصر الجبار الضب الروسي دايما هو اللي بيقى في ناس على رجلها هو اللي بياخذوا الدول هو اللي قامع الانتفاضة الشاشانية وهو اللي غزى جورجيا وهو اللي غزى اوكرانيا وهو اللي بيخوف الناس كلها او على اقل يعني اللي في المحيط بتاعه والدول الغربية كلها بتقعد تكافح والجاهد عشان تحتوي وصحيح هنا في القناة بنقول ان الوحش الروس دا يعني ايه منفوخ شويتين بفضل اسلحة النووية ان ما غير كده والحقيقة يعني لا يستحق الخوف او الهبة القديمة بتاعته لكنها برضو روسيا تقليديا كانت قلت حد سوفيتي تاني اقوى قوة في العالم واحيانا الناس تعتبرها كانت ساعتها الاقوى بحكم اسلحتها وجيشها الكبير بل وبوتين كان احيانا ولسه الغيات قريب كان بيتاباها انه عنده اكبر مخزون نووة في العالم ان هو اللي يقدر يقصف الاوروبا دي كلها ودات المتحدة الامريكية ويقدع عليها طبعا الداعوة طبعا عنده اصلاحة نووية اكتر من ودات المتحدة الامريكية بس ده مجرد كرؤوس نووية مش كباقي الترسانة بتاعته والدليل اللي بيحصل فيه في اوكرانيا وبقى له دخله على سنة ونص مش عارف حق هدافه فيها لكن سبك من ده كله الحدث اللي خلي العالم كله يقف على الرجل اللي هو تمرد فاجمر تحت قيادة يافيجني بريجوجين وده شيء مزهل 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 يعني اه الناس اللي متابع الحرب الروسية في اوكرانيا يالغزب الروس الاوكرانيا عارفين ان بقى لنا نسا داخلية عادتها اربعة شهور ويمكن اكتر كمان يمكن من اول السنة وبريجوجين عمل ايه يخبط في الحلل يشتم في القيادات العسكرية ووزير الدفاع ورئيس الاركان ولما تم تغيير القائد المسؤول عن الحملة الروسية في اوكرانيا ومجت لقوا عليها العاملية الخاصة لغا دلوقتي بدأ يبرطم اكتر الرجل اللي تشال اللي كده بتعمل خبر كده سريعا كده السنة اللي فاتت لما تم توليته يعني ليه خلفية يعني ممكن تبقى ترجعه للبوست يعني كان صاحب بريجوجين فلما تشال وجاء واحد تاني بدأ بريجوجين اللي هو بتاع فاجنر يقلس عليه ويحدف في الكلام وكمان كان بعين على ارض الواقع ان الفايلق او الجزء الوحيد اللي بحقق نحجحات معهولة مش نقوله حتى باهير هالأرض كان هو تنظيم فاجنر وفاجنر اللي مش عارف يعني دي بدأت تظهر مش انه بقى في الضوء بقى تظهر الوجود مع غازل شبه جزيش تبكرنا في 2014 يعني حدث قديم ممكن تبقى ترجعونه لما قطينا التطورات اللي كانت حصلت في اوكرانيا ما بعد انفصلا من حد سوفيت فظهر الوجود التنظيم بتاع فاجنر وده اللي عمله بريجوجين وبرجوجين ده واحد من رجالة بوتين برضو اللي حب يقرع عنه انا ما اغطتهش في حلقة قبل كده يعني واحد كان من رجالة بوتين اللي تعرف عليه في وقت ما كان شغال في سان بيترسبيرج بعد ما رجع من المانيا وسب شغل في المخابرات وجهه كان زي نائب عمدة او حاكم سان بيترسبيرج اللي هي المدينة الشهيرة الاهمة في الشمال غرب الروس وستهتعرف على ناس كتير جدا سواء الطاقة بيهم او جمعهم من اعادة من اول مديد الناس اللي كانوا معافل المخابرات الكي جي بي او ناس ليهم علاقات بالمافيا او العسمات الإجرامية ومنهم بريجوجين ده اللي كان قضى فترة حقوبة كبيرة في السجن في اواخر اتحاد سوفيتي عشان كان يعني اظن كان لها علاقة بالسرعة او حاجة زي كتا وخرج بريجوجين وقدر يباله علاقة مع بوتين وفي وقت من الاوقات كان مشهور باسمه طباخ بوتين او تشاف بوتين عشان كان ليه سلسلة من المطاعم وكان بوتين بيعزم فيها كبارات العالم الغربي مرة عزم فيها شركة شراك وغيرهم يعني وكانت الشركة بتاعة تودي اللي هي شركة المطاعم برضو بتعمل اغزية بتوفر الاكل للمدارس الروسية وللجيش الروسي وغيرها والراجل ده اللي هو مافيوز وقديم يعني كان بوتين ياسق فيه وكان طلق له العنان فعمل التنظيم بتاعة الاسمه فاجنر ده اللي ساعده في اخذ شبك زارة الكرب في 2014 وبعد كيه كان بيعمل له عمليات سرية ومس سرية قوي في حتك كتير من العالم سواء بقى في سوريا او في ليبيا او في جمهورية افريقيا الوسطى وفي السودان وفي مواطق تانية كتير وكان معروف ان فاجنر دي زي ما نقول كده اللي بتقوم بتجميع الغسيل اللي مش نظيف بتاع روسيا عاش الروسيا في الاخر طولها مليش ضعب الناس دي ومعرفوا مش بل ان الاستخبارات الاوروبية لما عرفت ان الماسك المواد ده هو بريجوجينو ده شخصية طبعا عامة مشهورة في روسيا راجل لغاية قبل الحرب وغزو اوكرانيا كان بيين كريو وليا انا ما عافش من الناس دول فاجنر مين وتاع مين انا مليش ضعب الكلام ده لغاية طبعا لما اندلعت الحرب واداء الجيش الروسي على الارض ما خدش قد كده فبوتين طلب من كل المنظمات الخاصة او المرتزقة واشهرهم فاجنر ان هما يروحوا لسعب الجيش الروسي وبالفعل اذا اللي حصل وبدأ بقى عشان تغطياط الحرب هناك بدأ بريجوجينو يظهر في الاضواء ويعترف بيه قيادته لفاجنر بس واضح ان بريجوجينو بدأ يشوف نفسه وفرحان بنفسه بقى ان الرجل بيحقق انجازات وكان ليه كذا استراتيجية كانت مختلفة كان طبعا في الفترة الاولية مش عاوز يعمل عملية تدميد كاملة ولا استدعاء الاهتياط ولا الكلام ده كله فبريجوجين دفتك ذهنه عن خطة ذكية وانه كان بيروح السجون وياخد المجرمين عليهم احكام لفترة طويلة ويجندهم في مقابل انهم بعد ما يقضوا مثلا سنة ولا حالة في الهرب بتم العافو عنهم ويعرف يعني ان كان مع مقاتلين كتير بالطريقة دي وكانوا بيقضوا على الارض كويس بعد حتى كان مشهور اللفت النظر للموضوع ده لما حد من المساجين دول في ارض المعركة هرب وراح لاوكرانيا بعد كده لما حصلت بادل اسرة رسل طلب الجند ده فراحت اوكرانيا سلمته يعني مش عارف يعني بعيته اوكرانيا ولا كان ايه قصتها المهم سلمته وراحوا في فيديو مصور واتزع ساعتها لايف خدوا الساجين السابق المجند ده وراحوا داشدشوا رأسه بشكل مش فكانت جامعة اسيا لكنها برضو كانت تكوف بدرجة اعلى من المتشافة في الجيش الروسي لكن واضح ان بريجوجين بدأ يشوف نفسه وبدأ يتباهى منتصاراته ويا بوتن برضو كان يعني ايه سابله الحبل على غالب شوائتين وانجازات فرقته دي كان بيتم اللي احتفاق بيها في العالم الروسي لكن الراجل بقى شايف نفسه كوف وبدأ يطلب بحاجات زيادها غير الاسلاحة والحاجات اللي بتجيله وبدأ ان هو عاوز يقول مين اللي يبقى رئيس الدفاع مين اللي بقى مسؤولها الحربة في اوكرانيا مين رئيس الاركان وتفاصيل كتير بدأ يخبط فيها مع وزير الدفاع اللي هو شخصية اصلا قوية جدا في نظام بوتن وكمان بدأ بريجوجين يعد الحط وبدأ يشتم بقى على قناة التليجرام بتاعته وبمذاكرات صوتية وحديث وكده يشتم في القادة العسكريين بتوع روسيا الجيش الروسي بقى راسبي يقول ان هو مش كوف ووزير الدفاع مش كوف ووزير الدفاع مش كوف والناس دول اللي بيودوا الجنود للتهلوكة هم مسؤولين عن ارواح كتير من الجنود الروس اللي راحهم السوداء والناس دي بفروض تتحاكم وفي اخر حاجات قريبة كان هم بيقول مفروض كمان ايه يتعدموا كمان في مدان عام فالحاجات دي كلها خلت ان الناس في الجيش الروسي مش عاوزين ان يشتغلوا ده يعني حتى لو احنا كانت كافئتنا قليلا انت عمل بتقليل مننا ووضح ان الكلام وصل لبوتن ان فيه تمرد وفيه نوع من عدم الرضا جوا الجيش الروسي فعشان يردلوا الاعتبار تاني قرر ان يخلي كل الجماعات دي وهو بقى لقى النفاجنا ركاية نجحة سمح لكذا حد تاني يعملوا التنظيمات المرتزقة بتاعته لدرجة ان جاز برمزت نفسها لها شركة البترول الشهيرة اللي هي من اكبر شركة البترول في العالم الروسيه دي كان لها الاخرى فرقة خاص فقوتن راح نزل القرار قالك لا كل الجماعات دي كلها تروح تسلم ورقها لوزارة الدفاع وتبقى زي متعاقدين مع وزارة الدفاع الروسية وتبقى تحت سيطرتها مع المتعهدين هما اللي بيقوموا بالمهام للجيش الامريكي احيانا كتير وكان لهم دور كبير مثلا في حرب العراق وغيرها قلو نقط قدام كده سنة وارجع تاني لما حصلت الاحداث بقى بتاعت يوم السبت لما اقنا فجأة بريكوجين ده راح طالع وقال ان الجيش الروسي الناس المسكية ناس خوانة وانهم ما ضربوه من الخلف وموتو ناس من عنده وانه هو مش يسكت غير لما الناس دي تيجي متوجهوا وان الناس دي ما فوتت حاكم وزارة الدفاع ورئيس الاركان وراح انسحب من ارض المباركة وخد الجنود بتوع لهم 25000 وراح يحتل مدينة اسمها رستوف اندون رستوف يعني اندون دي على الحدود مع اوكرانيا لسا الناحية التانية مدينة بيرة في احوالي 2 مليون نسمة وقال لك انا عاوز الناس دي تجيدي وما حاول الجيش الروسي ان هو يسيطر عليه او يضرب الناس بتوعه راح وقع طيالات روسية وقع طيالات الريكوبتر ويقاتل كزهات فطلع تم التنديد بي وبوتين زاد نفسه طلع ندد بي وهو بقى الكده يعني انت حتى يا بوتين طب احنا عاوزين بقى ريس جديد وراح و كان تفصل بينها وبين موسكو اكتر من خمسمائة ستممائة كيلو فاقل من يوم كان قدر يروح احتل لمدينة تانية وكان داخل على المدينة التالتة تقريبا برضو عداها وحصل في نوع من الزعر كبير جبه موسكو عشان هو قال ايه خلاص انا عاوزين رئيس تاني غير توتين وطلع بكل القوات بتاعته وتم اعلن حالة التوراق في موسكو والناس كلها قعدت في بيوتها والفاشر الروسي بقى افبت الاستعداد ورئيس الشيشان اللي عاشران طبعا جزء من روسيا قد ر تشوف بعد الفرقة الشيشانية اللي بتحارب في اوكرانيا خرجت وراحت عشان ايه تلحق توقف مسيرة الناس بتوعف اكثر والموضوع طبعا تلمى في الاخر ان اتدخل لوكاشينكو اللي هو رئيس بيلا روسيا اللي هو حليف قريب جدا جدا من بوتين ويسي ايه كلم بوتين استئذن قاله ممكن اتدخل ما بينك وما بينه وبرضو بيعرف بريجوجين وهل يتدخل بينهم وفي نفس اليوم يعني يوم حتى معداش السبت منتهاش لانا بيلا روسيا البيضاء بتعلن ان خلاص تم التفاهم ما بينه روسيا اللي هي الحكومة الروسية وما بين المتمرد ده اللي هو رئيس فاجنر انه هو خلاص هيلمن الناس بتوع ويرجع وهذا نفسه هيسيب روسيا وروسيا هتعمل ايه عفو كامل للناس بتوع فاجنر ومش هيتم الافضع عليهم ولا اعدامهم ولا محاكمتهم ولا اي حاجة من الكلام ده فالناس كلها بقت في حالة من الزهور ايه الحادثة اللي حصلت بسرعة دي وانتهت بسرعة دي هل دي مثلا لعبة من بوتين طبعا مستحيل الرجل اللي هيبين نفسه قد انه هو ضعيف واللي في ناس بتتمردوا عليه طب هو ليه الرجل الجنن في موخه وهو بريجوجين ده ليه الجنن في موخه وعمل حركة دي والله انا اتابع يعني كذا حد من المحللين الروس او المهتمين بالشأن الروسي واسمعت كلام كتير لغاية لما فيه رأي واحدة محللة روسية اظنان هي شغالة معها الكارنيجلي كده بالتحليل يعني يبين ان هو مقنع حتى خدت من رأيها النيويورك تايمز ونشرت برضو بقالة تحليلية نبيرة بتقول ان الرجل ده من الاخر بريجوجين حس ان خلاص الدنيا بتدي عليه بتفرع عليه بيتقصص ريشو فدي زي كانت ايه انتفاضة اخيرة بيفلفص مدام ميت ميت طب ايه اما فلفص قبل يومت ان هو بدأ يدقي الخنق عليه قالوا ان الجماعة بتاعته دي هتبقى تحت سيطرة قصرة الدفاع تحت سيطرة اعداءه اللي بيشتم فيهم بقالهم شغور اللي هم طبعا وزر الدفاع والاسر الاركان وكمان بدأوا ينهو كل التعاقطات بتاعته اللي كانت بتدخال له فلوس وهو عنده سيدة مطاعم وبيوفر القتل كان للمدارس والجيش الروسي بدأوا يدخلوا له منافسين وبدأوا يحدوا من صلاحياته حاجة كده زي طبعا اللي حصلت في السودان ان بتاع قوات الدعم السريحة ميت بدأ ايه يتقلص صلاحياته وخلاص يشيله منه كل حاجة فاقيق ده التمرد الاكيد يعني في الحالتين اما يكونوا راضين بالوضع الحالي انما هتخنق بقى علي وهتقدى علي لا يحصل حالة من التمرد الشديد قد يؤدي للعنف في الحالة السودانية للاسف عمل لنا الحرب والمشهد المأساوي اللي احنا عايشينه في روسيا تم التدخل سريعا واحباط الخطوة دي وكان بوت بوتين وحكومته رغم الفضيحة الضخمة اللي تعملت لهم في العالم لانهم كانوا اسكب كتير ووفقوا على الخروج الامن لبريجوجين وصاد ان روسيا ما تتهزلش وانتقعش مقباش فيه بزر الحرب عليه اه هنقول مسلا الجيش روسي هيقدر يسيطر عليهم وهيقدر يضحرهم بس متخيل الكمية الوافية ايه كمية الغل اللي هتبقى بين افراد الشعب الروسية هتبقى ايه مهولة في حين الراجل ده خلاص هو الاخبار ان هو يوم الثلاث خلاص وصل بالروسيا ممكن بوتين يسيبه كده شهر شهر انه يبقى لحد يخلص عليه كنعم العقابلي ومن الدايرة المقربة منه انما يمنع حدوث حرب اهلية جوا روسيا حتى لو هو اللي هينتصر فيها في الاخر حتى لو بنت فان الوضع بالنسبال له ده اللي هي المزالة ليه وصاد العالم كله ارحم من النقبة في حرب اهلية هو هينتصر فيها في الاخر ايه مش تازم يقول بقى انا شجاع السيم اه هو بيحب يبقى كده بوتين لكنه برضو ذاكي الاهانة العلنية اللي هصرت له دي ابدأ بكتير من ان يحصل مئات والاف من البشر ومن الجنود بت بتوعه يتم قتلهم من النقبة فيه حالة من الفوضى كبيرة في روسيا فبرضو يعتبر بوتين يعني برضو ذاكي برضو راجل عاقل في الاخر طبعا اشنقول يعني عاقل قوي عشن مغامرة اوكرانيا دي تتنافى مع العقل بس برضو ساعة الجد برضو ايه دس على كرامته وسمح ليه واحد من رجالتي وتمرد عليه ويمشي طبعا التغطية الاعلامية للحدث ده يعني كاشفة حد كبير مبدئ انجوروسيا في نوع من اللغبطة الكبيرة والمحسوبين عن نظام الاعلامي الرسمي الروسي يعني ايه عندهم مشكلة في الترانزيشنينج في التحول من جعل بريجوجين وفاجنر كابطال وبوتين ذات نفسه كان بيكرم ناس منهم الى اداءة ان هما بقعوا اشراله ناس متمردين وعشين ليه ان هما هيخفوا سرتهم تماما انهم مش يتكلموا على الموضوع الشائك ده العالم الغربي طبعا انتهزها فرصة عشان يشبت في بوتين والتنبؤات بقى اللي ايه سيل منها بوتين خلاص اا دي بداية النهاية دي ات هزهزة كبيرة روسيا قبل غير روسيا بعد دي خلاص الراجل فقد السيطرة على الناس بطوله اا وهكذا يعني حتى في عز الموضوع ده هو شغال والفرقة بتاعت او الجيش بتاع فاجنر هو طالع على موسكو كان فيه بقى الناس بتقولك شوف مين انشق من من الجيش روسيا ومين هينشقك مش بعرف من مين وكان ايه التكاهنات الكبيرة ان خلاص بوتين هيوقع نوع من ايه الشماتة دي خلاص دي عادية مفهومة انما التساهل في التحليل والتصرع فيه والواحد يخلط رغم انهم يكون خبير كبير في الشأن الروسي مثلا يخلط ما بين رابطه في خسارة روسيا وسكوت بوتين وبين ان هو يقول ان ده اللي هيحصل ده برضو ايه جزء زي ما يسمونه وبربها في امريكا جامبينج دا جان اللي هو ايه بيسبق الاحداث يقولك ده هيحصل عشان ما تبقى لهم يقول للناس شفتو مش قلتلكو يعني ايه استبقل الاحداث فارغ يعني الاحسن في الحاجات دي لا مواقف زي كده ان واحد ايه يطريف كده ويراقب اكتر يعني مش لازم تاخد اا السبت تاع الفور سايت تقولك شفتو انا انا بفهم وها اللي تنبأت وها اللي عملت لا يعني الحاجات دي تتقال بنوع من الحضر ونوع من التواضع وبحاجات ملموسة على الارض فعلا يعني الواحد برضو ما يخلطش ما بين المحللين خصوصا ما بين رغباتهم في شيء ان هو يحصل وبين فعلا امكانية ان هو يحصل الارض اكيد اه الجيش الروسي اثبت عدم كفاءة في حرب اوكراني بس ده مش معانية ان عدم الكفاءة بقى على كل قصعدة ان هي هتنهار روسيا او لما ايه يحصل حدث غريب زي كده بالزبط ما كان النازليين في الحرب عامية التانية متخيلين ايه اا بعد ما استلان عمل البرج الفضيع وقتل الاف من اكفأ زباطه وبعد ما اثبته عدم كفاءة في الحرب قصاد فنلندا تخيلوا ان هما برضو هيدخلوا في نزهة او يقضوا على تحاد سوفيتي فيعني ايه دايما لما يكون في عندك عدو وضخم وقوي وليه تاريخ من من الصلابة والصمود زي ما بقولو كده ايه don't discounted ما تقللش منه وتخرجوا برا المعادلات واللي يعني دول ما ادروش على اوكرانيا دول مش عارف ما عملوش ايه لا يعني ايه فكر برضو في العمق والتقل بتاع البلد ككل سباك من حدث معين بينبق بالايه بالخلخلة والدليل ايا كان اخفاق الروس في الحرب دي مروا بفترة اسعب من كلا بكتير اللي هي العقد الكامل بتاع التسعينات بعد انهارتها سوفيتي اللي كان يشوف روسيا فيها يقولك دي خلاص دي هتقسم مليون حتة ومش يقوم لها قمة تانية لا قدرت تقوم تاني وقدرت تجمع شراتها تاني عشان البلدان بتقبأ بالاشخاص اللي فيها الكفاءات الموجودة لو حد عارف يجمعهم وقدر يشغلهم بطريقة الصح البلد تتوم تبقى المشكلة اكتر في البلد مع عدومة الكفاءات اه طبعا ويطنية بتفرق والحالة المعنوية بتاعة الناس بتفرق بس برضو حتى في النظم القمعية الكفاءات دول بطريقة او باخرى بيلحقوا البلد الناس كانوا بكرهوا ستالينه ومش طيقينه ومع كده حاربوا عشان روسيا تقف قدام الغزو الناس اه كانوا برضو بتحكموا وبتساقوا بالحددوا النار بس برضو محدش بت بتساقوا بالحددوا النار وبيحارب الضروة اللي الروس حاربوا بيها في الحرب العامات تانية. هزي يكون برضو فيه شيء جزوة كده من الانتماء ومن اثبات الزات ومن الوطنية خلي الناس ايه تقف قصاد سقوط الدولة. وده شيء احيان كتير الغرب بيقلل منه عند الروس وعند دول تانية كتير في العالم اللي هي طبعا الدول الغير ديمقراطية. بيدايا بيتخيلوا ان الناس تحت النظم الغير ديمقراطية اللي بيبقى تحت النظم قمعية ان الناس دي وطنيتهم تباية قليلة يعني خلاص بيبقوا فهموا الكتبة بتاعت الرسالة بتاعت النظام القمعي واستغلال الوطنية فما بيقولش يصدقوا الوطنية باش عندهم وطنية. لا ده مش حقيق. برضو الناس بيبقى عندهم قدر معقول من الوطنية. واحيانا بيكون هو الملاز الوحيد لهم اللي بيقدروا يحسوا بيه بنفسه. يحسوا بيه يلجأونه. بقول لك انا في الاخر انا مثلا من البلد الفينية اللي حضرتي كذا وكذا وكذا وكذا. فمش اقبل ان الخارجي العدو بتاعي او الطرف الاخر هو يقلل مني او ما يعتبرنيش في المحاولة في الناحية التانية ما يعتبرنيش كفء لي او ند لي. بس دي كانت مجرد تغطية كده سريعة للحدث الاستثناء الغريب بتاع تمرد فاجنر اللي حصل من السبت. 24 يونيو. هنشوف لسه الناس اللي تابع فاجنر دول الجنود بقى والزباط والقيادات اللي فيها هيحصل فيهم ايه. هو ازا نفسه بريجوجين هيحصل في ايه في الكم شهر اللي جايين. زجان هيفضل في بلاروسيا ولا هيخرج منها على حتة تانية. وهسيب برضو ان شاء الله لينك للتحليل بتاع النيويوك تايمز اللي فيه خبيرة الشؤونة الروسية في كارنيك. وحاول برضو لو لقيت الاكاونت التي بترى بتاعها برضو ممكن نسيبه في التعليقات. بس ده كل عند النهاردة. كالعادة احب اسمع اراءكم ومكتل حقكم. ولو في اي تصحيح لأي محتمى بوالحلقة. سيبوه في التعليقات على يوتيوب او على الفيسبوك. اعملوا تقييم القناة على منصة البوكاست المختلفة. وطبعا اشتركوا في قناة اليوتيوب عشان تو وصلكم الحلقات الجديدة اول باول. شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاي. مع السلامة.